مرحبا بكم في قناة أرض الخبر حسب بعض المصادر من اللجنة العلمية فإنها ترى أنه لا داعي لتمديد قرار منع المسافرين من التنقل من وإلى المغرب لكون المؤشرات العلمية الحالية لا تستدعي فرض المزيد من القيود على المسافرين أمام تفشي متحور أوميكرون وتوقعت اللجنة العلمية المكلفة بتتبع مؤشرات الوضعية الوبائية في المغرب إعادة فتح الحدود الجوية والبحرية في وجه الرحلات التجارية للمسافرين وذلك عند انتهاء القرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة منذ 28 ونبر المنصرم إلى غاية 31 يناير الجاري ويرى عضون في اللجنة أن المتحور السائد في المغرب خلال الفترة الحالية هو أوميكرون ولذلك فلا معنى لإبقاء الحدود أمغلق مع العلم أن الفيروس نفسه يوجد في بلدان أخرى وأكد أن إغلاق الحدود يكون عندما يظهر متحور جديد ويتخذ هذا الإجراء كاحتياط للوقاية من دخوله ومنع انتشاره تفادي لوقوع انتكاسات جديدة ترجمة نانسي قنقر